حذر عضو مجلس النواب المنحل فرات التميمي من خطر يهدد الأمن الغذائي في العراق العام المقبل بسبب الجفاف ونضوب المياه في السدود مضيحان أن محافظات ديالا تتصدر القائمة بهذا الخطر غير المسبوق وقال التميمي أن الغاء الخطة الزراعية في ديالا وبعض المحافظات لموسمين متتاليين بسبب الجفاف ستجعل الأمن الغذائي في العراق بخطر كبير مضيحان أن 50% من الأيد العاملة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية في تأمين مصادر رزقها وتوقفه يمثل مأساة كبيرة لا يمكن للدولة احتوائها